طلب تجار مدينة ميلا بإيجاد حل لمشكل ترخيص استغلال الأرصفة التي دفعوا أموالاً فيها لكنها ألغيت إحنا رح ندرنا تسريح وراه رح سنينا وراح نسلكنا في الخزينة البلدية ولما جاءوا مدير التجارة قالك إحنا ما نستعرفوا لا بالمير لا بوحد خلالها كنت أعطيهم الترخيص ما يستعرفوش به قولك إحنا ما نستعرفوش به سمهنا ما كانش تنسيق بين البلدية والولاية رئيس المجلس الشعبي البلدي أكد تعويض التجار وتسوية الوضعية وفق الأطر القانونية لاحظنا بأن الناس هذه رحمة يعرضوا السلع ما كانش حاجة تضبطهم حاولنا نضبطهم وما ينطن يكون لدينا مداخل البلدية منصدر القرار هذا رأنا لغينا جميع الترخيص ومصدرناش ترخيص جديدة بالنسبة للتجار الذين يدفعون السحقات سنقوم بمدولة من أجل إرجاع المستحقات إلغاء هذه الترخيص أرجعته الجهات المعنية بتنظيم المرور والحركة في عاصمة الولاية والقضاء على المظاهر المشينة خاصة احتلال الأرصفة ودفع المارة إلى الطريق اشتركوا في القناة